كتاب نبوات طبعا يعني حتى اللي بحاول يعاند أو ناقد يعني ينبهر أمام صحة هذه النبوات ومثل ما ذكر أخوي جورج في علم الاحتمال إذا جبت نقول أنا لأنه من فلسطين أرض فلسطين كاملة حط أوراق على علو متر وورقة حط عليها علامة وورقة صغيرة عليها علامة بين كل الأوراق حط عصابة على عينين الشخص وأطلب منه أنه يجد هذه الورقة فما هو احتمال أنه يجد هذه الورقة في كل هذه المساحة يمكن بتقول معاي مستحيل فتخيل كم بالحرميات النبوات بتتم في شخص واحد وهذا جدير بالذكر أنه لا يوجد أي كتاب آخر فيه أي نبوة واحدة ولا أي نبي تجرأ يدعي حتى النبوة أنه يتنبأ ويقول نبوة النبي هو الذي يتنبأ حتى المسيح يتنبأ على هلاك أورشاليم وكل الذي كان يقوله كان يتم أعزائي المشاهدين هذه النبوات صارت بحذفيرها فعلا المسيح جاء من سلالة إبراهيم وإسحاق ويعقوب فعلا المسيح جاء من صبت يهودا فعلا المسيح جاء من عائلة يسة من بيت داود فعلا المسيح ولد في بيت لحم لتتميم النبوة يدعى الغصن شعية 11 ويدعى المسيح الممسوح من الله وأيضا إلها قديرا أزليا يعني كل هاي نبوات اللي تنبأت عن يسوع المسيح تمت بالكامل على الظرف والمكان كلها اللي تمت في يسوع المسيح